إلى ذلك أكد مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتور فيصل بوصليب أهمية زيارة بايدن للمنطقة كونها الزيارة الأولى والتي تأتي في ظل تطورات عالمية متسارعة كما لفت خلال اتصال هاتفي مع اي تي في إلى عدد من القضايا المطروحة على طاولة قمة جدة التي تنعقد غدا لا شك بأن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة والسعودية تعتبر مهمة للغاية كونها تعد أول زيارة للرئيس الأمريكي منذ توليه السلطة وتأتي هذه الزيارة في ظل تطورات مهمة في المنطقة والعالم خصوصا ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الاستراتيجية والاقتصادية على العالم وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة والعالم بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والضغوط المحلية داخل الولايات المتحدة على إدارة بايدن خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونغرس وكذلك أيضا استمرار حالة عدم التفاهم حول البرنامج النووي الإيراني والتخوف الأمريكي أيضا من الصعود الصيني في العالم والتخوف من دخول الصين وروسيا إلى منطقة الخليج كل هذه التطورات الحقيقة تأتي في زيارة بايدن لسعودية وقمة جدة تأتي هذه الزيارة لتضع كل هذه الملفات على هذه الطاولة وخصوصا البحث في أزمة الطاقة والسعي لضبط أسعار النفط العالمية من خلال زيادة الإنتاج النفطي لدول الخليج وأيضا السعي لتشكيل نظام أمني أقليمي في المنطقة يكون قادر على حماية المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة ويخفف العباء الأمنية عن واشنطن خصوصا بعد الحديث عن تقليل الالتزامات الأمنية في منطقة الخليج أقصد الالتزامات الأمنية الأمريكية وهذا النظام الأمني الإقليمي أعتقد بأنه يعتبر مشروع بايدن في منطقة الشرق الأوسط الذي يريد تحقيقه قبل انتهاء ولايته وحكمه في البيت الأبيض وبشكل عام أعتقد بأن هذه الزيارة أعادت مرة أخرى وأكدت أهمية منطقة الخليج الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وهذا أيضا يعتبر من نتاج الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت مرة أخرى أهمية منطقة الخليج وحيويتها بالنسبة للعالم وبالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص خصوصا بسبب تداعيات أزمة الطاقة العالمية اشتركوا في القناة